بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا في يوم الحد دايما بنبص على بيوتنا نبص على بيوتنا عشان نتفقد البيوت عسانا نستطيع ان احنا ندعم البيوت بقدر كبير من الرشد ومن البصيرة احنا مش بس بنبص عن البيوت امتسالا لقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة بس كمان بنبص على البيوت وعننا بتتفحص وخاصة لو فيه زواهر بتنتشر وبتزيد والناس بتسكت عنها احنا ما بنسكتش احنا الاسبوع اللي فاتتكلمنا عن الاحباط الزواجي والنهارده بقى عن نتكلم عن شيء كتر قوي والسكوت عنه بيسبب مشاكل لحد زي قاعد في الارشاد الزواجي بيجي له الكلام ده كله فالسكوت عنه بيتسبب في وصول احد الزوجين لحالة من حالات الاحباط الزواجي النهارده عن نتكلم عن حاجة اسمها اول صحيح ده مصطلح خاص بيا لكن هو مصطلح دقيق اوي على الزاهرة اللي احنا بنتكلم عنه حاجة اسمها زواج الترانزيد يعني ايه زواج الترانزيد ده زواج الترانزيد ده بيطلق عندي على حاجتين ان فيه ناس بتتجوز مش عشان تتجوز جواز يدوم لكن بتتجوز بس جواز لغاية ما يحصل اللي هم طلبينه وينتهي ولذلك مرة كده عن نبقى نتكلم على انواع الزيجات اللي موجودة دي ونبقى نفصل فيها بس انا بتكلم عن زواج الترانزيد التاني ايوة التاني اللي هو الزواج باخرى الزواج بمرأة اخرى انا بحب فكرة ان احنا نسمي الجواز التاني ان احنا بنسميه جواز التاني بحب نسميه الزواج الاخر الزواج باخرى لان كل واحدة فيهم اسمها زوجة لكن الزواج ده مش بيكون في الحقيقة الزواج التاني ده او الزواج باخرى ده في الحقيقة مش بيكون زواج كامل ما بيعيش الزوج مع الزوجة حياة كاملة فالمرأة فيه بتحس إن هي مش امرأة كاملة لكن هي مجرد زواج تكميلي كده عارفين زي المكمل الغذائي كده فبتبقى هي هو متجوزة مكمل زواجي كده فبتحس إن هي زواج تكميلي في حياة الزوج وساعات بتبقى زواج تكميلي في حياة الزوجة ممكن في بعض الزوجات تقول أنا ما استحملش أقعد مع راجل طول الوقت أنا هتجوزه بس نقعد مع بعض زي الزواجات اللي ظهرت زي الزواج الوكيند والكلام ده كل ده كتر عشان كده أنا بتكلم عنه أنا بتكلمش عن حاجات ومبهتمش بحاجات مش موجودة لكن أنا ليه بتكلم النهاردة ده أنا مش بتكلم النهاردة عشان أتكلم عن التعدد لكن بتكلم النهاردة على خطر بيواجه البيوت ومشكلة إحنا عايزين نحلها اللي بيجوز الجواز الترانزيتة أو الجواز التاني ده دايماً بيستند إلى آية التعدد فانكيحوا ما طابة لكم من النساء مسنى وسلسة وربع ومعرضاش يكمل الآية فانخيفتم أن لا تعديله فواحدة فهو بيكملش الآية هو الشخص بيقول أنا والله أنا عندي مشكلة في البيت وأنا في الحقيقة أنا متجوز عشان أرتاح وأنا مش مرتاح في بيتي يبقى تعبير أنا مش مرتاح في بيتي هي السند والحجة لي إنه هو يتجوز زواج تاني برضو أنا بكرر أنا مش بتجوز بتكلمش على مسألة التعدد للزواج أنا بتكلم دلوقتي على حاجة بتحصل في البيوت أول ما الشخص بيبقى مش مرتاح في البيت أول حاجة بيفكر فيها إيه إنه هو يعدد وكثير من الناس بيبقوا مفكرين في ده ويوصل الشعور ده لزوجاتهم بس هم مش قادرين يعددوا عشان كده هي بتبقى طول الوقت بتقوله أنا حاسة إنه إنت أول ما يبقى عندك فرصة إنه إنت تتجوز عليه هتتجوز عليه وفي ناس هنا أول ما تسمع الزواج الآخر بيجي تسألني سؤال مفخخ أنتوا عارفين أنا عندي مسترحة سؤال المفخخ سؤال مفخخ يا مولانا هو التعدد الأصل ولا الإفراد الأصل فأنا دايما بقول لهم إن بناء الأسرة هو الأصل في الجواز يعني لا التعدد هو الأصل ولا الإفراد هو الأصل الأصل في الزواج هو بناء الأسرة والدليل على ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاش مع ستنا السيدة خديجة لم يعدد وهو يتزوجها لإن فيه أسرة فيه أسرة فيها السيدة فاطمة وفيه أسرة فيها أولاده فلما كان فيه أسرة ما كانش فيه تعدد يبقى الأصل بناء الأسرة فلما تجبقى فيه أسرة أنت مش بحتاج أن أنت تعدد وهتلاقي الكلام ده منطقي جدا جدا في حياتنا مش بس منطقي عشان الظروف الاقتصادية لأ منطقي لإن هو ده الإنسان المعاصر تا مشكلة زواج الترانزيد بقى دوت اللي هو الزواج التكميلي ده إيه؟ إن دافع الزوجين من الزواج بيكون وراء فكرة التعويض نركز بقى شوي وفكرة التعويض عند البناء أدمين فكرة أنا أسف يعني ساعات بتبقى فكرة جهنمية فكرة كده النفس زبطها زبطة أنا ناقص لحاجة وعايز أعوضها عشان كده إحنا عندنا أشكال مختلفة من التعويض في الزواج التكميلي زي مثلا تعويض أنا بسميه تعويض الإكس يعني إيه تعويض الإكس؟ إن تعويض التجربة السابقة إن أنا بعوض التجربة السابقة زوجة الحالية فأنا بعوض عنها أو زوجة السابقة فأنا بعوض عنها زوج السابق فبعوض عنها مشكلة هنا إن تجربة أحد الزوجين السابقة بتكون جاية بأوجاع فكل لما حد فيهم ييجي جنب السلك الأريان الحاجة اللي هو موجوع منها إيه اللي حاصل؟ بيستدع التجربة السابقة كلها بمساويها سواء السلك ده كان ظلم أو إهمال أو تجاهل فتبقى فيه حساسية مفرطة حساسية شديدة لأي تصرف بيفكروا بهذه التجربة السيئة؟ بالجرح القديم فيبقى فيه تحدي لما يكون أحد الزوجين مش عارف التصرف المناسب اللي هو ما يخلهوش ييجي ناحية الوجع أو هو مش عارف إيه الوجع اللي جاي من قلبي الطرف الثاني وخاصة لو كان الطرف ده هو المرأة فالمرأة عندها إحساس سوية شوية أقول لكم إحساس مهم أول أن يعرفه عن المرأة إحساس بالخوف من التعري بتخاف أن هي تتعرض وده اللي بيخليها ما تحبش تقول احتياجاتها وما تحبش تقول أوجعها ومنتظرة أن الراجل يرى عرف من نفسه لأن هي بتخاف أن هي لما تحكي عن نفسها أن يحصلها نفس الشعور أن هي تعرض فالرجالة ما بيفهموش ليه الست عايزاه يفهم من غير ما يقول لأنها بتخاف أن جرحها يتكشف فييجي عليه شيء فيتتألم بس منين الزوجة هيعرف أن الظلم أو التجاهل أو الرفض اللي كان في التجربة السابقة هو اللي بيضايقها الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم خبايا النفوس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا بس هو اللي بيعلم العليم سبحانه وتعالى لكن إحنا بشر بنتعرف على بعض بالتواصل هو لازم يتواصل معه ولازم تقول له المشكلة لما يكون أحد الزوجين بقى يكون غاية التعويض بس فمش عايز يتعب نفسه عشان إيه؟ يفهم شرك حياته ولا إيه اللي بيضايقه هو عايز هو اللي يرتاح ففاكرة إن واحد داخل الجواز التاني إلى آخر عشان يعوض اللي محتاجه وبس بيجعل في بعض الأحيان شركة الحياة بيحس إن إنها زوجها بيتعامل معها على إن هي جماد قطعة من الأساس مش بناء آدم له إحساس وله تاريخ إنساني لابد إن هو يراع وهنا بيحس إن هو مجرد وسيلة في نوع تاني من التعويض كمان بيخلينا بيبقى حاضر قوي في جواز الترانزيت وهو ليه علاقة خف من السبب اللي فات بس هو زي تعويض الأسار السلبية للنموذج فمثلاً هو عايز يعوض الأسار السلبية اللي حس بيها بسبب نموذج الست المتحكمة فهو عايز الست الفرفوشة هو مع زوجته هو عنده ست متحكمة بصعيب بتدير البيت زي الساعة بس هو عايز الست الفرفوشة فعايز يتجوز واحدة تانية يكمل بيها فيبقى عنده الست اللي بييتفرفش معها مع الست الجد اللي بتعمل كل حاجة في وقتها فيروح يعوض ويتجوز بأخرى فيلاقي إن هي ست زي مراته فيقول إيه ده هم كلهم زي بعض ولا إيه وهو مش واخد باله إنه ممكن يكون بيختار غلط على فكرة المشكلة في نوع دوت من التعويض إن الزوج هو بيعوض وبينسى إنه هو بيتعامل مع بنا أدمين بيتعامل مع مرأة جديدة أو بنا أدم جديد فيه تعويض تاني كمان اسمه تعويض الفقد في النشأ سواء تعويض حنان للأب أو تعويض حنان للأم هنا الزوج أو الزوجة عايز زوجته أو زوجه الأخرى تبقى أمه فيحكي لها درجة إنه هو وصل بيه في الزواج الدوات في الزواج الدوات اللي هو الزواج المكمل إنه هو يجي يحكي لها مغامراته العاطفية أو يجي يحكي لها مشاعره مع زوجته الأولين إيه ليه طيب معي أمه اللي بتقبوله قبول اللي بتحبه حبه غير مشروط فهي المفروض تفرح ابني ما شاء الله الستات بيتغزلوا فيه وينسى خالص إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعين خريفة أو تكون الزوجة عايزة يحتوي احتواء الأب لكن ساعات الزوج ما بيكونش قادر إنه هو يحتوي زوجته الأخرى احتواء الأب خاصة لو خرج من أعباء زواج سابق وهو ما عندوش وقت ولا عنده طاقة إنه هو يعمل كده أو هو لسه ما نضاكش النضوغ الكافي إنه هو يعمل كده فمشكلة الزواج التكميلي هو بناء الزواج على فكرة التوقعات كل واحد داخل الجواز ده ومتوقع إن الطرف التاني عيكمله للنواقص اللي عنده ويلبيله احتياجاته بس فلو ما تحققش ده يبقى خلاص فوقات الزواج اللي بالشكل ده بيكون فيه قدر كبير من الإنانية فلذلك الشخص لما يجي يتزوج زوج آخر ما ينفعش يبني الزواج ده على الصورة اللي هو عايزها وعلى توقعاته من الطرف الآخر وينسى خالص الطرف الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيراعي زوجاته وبيراعي حتى صفات كل واحدة فيها فكل زوجة من زوجات حضرت النبي كان بيعملها بهيقتها وبحالتها وبنفسيتها وبحتياجاتها احتياجات السيدة عائشة كانت مختلفة وانا نجي مرة نتكلم على زوجات رسول الله زيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله كان بيقدم لنا هو صاحب التشريع فبيقدم لنا ازاي نتعامل في أنماط الزيجات كلها وعشان كده كان فيه ستين عائشة وكان عندنا ستين سوا ده وعندنا ستين سيدة زينب وعندنا ستين حفصة كلهم كانوا بيمثلوا أنماط من أنماط الزيجات وكان رسول الله بيتعامل مع كل من كل زوجة من زوجاته بما يتناسب معه فالزوج ممكن يكون لما يكتفي بالزوجة الأولى عشان هو ما قدرش يكتفي بيها لأنه ما قدرش يقراها صح إزاي يتعامل مع احتياجاتها فحصل الصدام بينه وبينها وهو ما حاولش يستمر في التعرف عليها ولما بيستمر على هذا الوضع ما بيعرفش يقرأ ستات ولا بيعرف يقرأ زوجاته من خلالهم وهم مش من خلاله هو بتحصل نفس المشاكل برضو مع الزوجة التانية أوقات كتير الرجل في الزواج التكميلي بيحس أنه في صراع ما بين امرأتين فالزوج هنا بيتعامل مع منطقة خطر ومنطقة حساسة قوي اسمها منطقة الخواطر عايز يجبر خاطر الزوجة الأولى وعايز يجبر خاطر الزوجة الثانية ولذلك بحب الرجل في الحالة دي يقرأ كيف ترى المرأة امرأة أخرى تشاركها في رجل عشان يقدر يفهم نفسيتها ويسمع قوله تعالى ولن تستطيع أن تعديله بين النساء ولو حرسته فلا تميله كل الميل هنا بقى لازم هو يفهم سعد بعض الرجالة بترتكب خطأ كبير لما يكون عايز يحس بأمته فيعمل ايه؟ فيصير غير تحدي فيهم بالكلام عن زوجته الأخرى بتظهر أوقات كتيرة مشكلة وهي فكرة العدل لما الزوجة الأخرى ايه اللي حاصل؟ تخلف مثلاً فتبقى عندها حساسية فعايزة زوجها يجيب لها زي ما بيجيب للزوجة الأولى وأولادها بالضبط بالضبط وهنا الناس كتيرة تسأل عن العدل معنات تساوي العدل مش معنات تساوي فقط ولكن معناه المناسبة وسد الاحتياج يعني ايه الكلام ده؟ لو كانت الزوجة الأولى عندها أولاده وزوجته الأخرى ما عندهاش يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى إحنا الراعي أنه آه ما بين الزوجتين هنساوي ما بين نفقة الزوجتين بس الأولاد هايخدوا نفقة تتناسب معهم يبقى لازم نعرف أن التساوي بيكون ما بين الزوجات لكن ما بين الأولاد عن راعي احتياجات الأولاد ونزاك حديث سيدنا النعماني المشير لما حصل ورسول الله سامق قال أشهد على جول لأنه هو كان المشكلة ما بين الزوجات أن في زوجة عايزة تتميز عن زوجة أخرى عن طريق ابنها ما كانش قضية ما بين الأولاد في زوجات أخريات في البداية بتكون رضية وتقدم رضى مبالغ فيه هم قاعدين وسمعين دلوقتي فتقدم رضى وهو يقول لها أنت رضيت من الأول رضية بالقليل وبعدين بتقول إيه؟ خلينا ناخد على بعض وبعدين أطلب خليني ناخد على بعض وبعد كده نعيش الزواج كامل لأنها بتحس بالنقص ولأنها بتكون حبة العشرة مع زوجها فعايزة تعيش معها فزوج مأمور بحسن العشرة ومرعاة الاحتياج عملا بقوله تعالى وعشره هنا بالمعروف وقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل واحد عايزة يسألني أنت بتكلم على الزواج الآخر كده وبتقدم إزاي الناس تعيش في الزواج الآخر ده كزواج؟ أه طبعا أحنا مش جايين هنا عشان نخلي الناس على كفنا وده ليست دعوة للتعدد أبدا ولكن دعوة لأوجاع أنا شايفها لازم نحل الأوجاع دي لازم نكون عقلاء لازم نكون راشدين وما يبقاش الكلام ده بيهين المرأة وعشان هو زواج مكمل يبقى في السر وتفضل المرأة في الإهانة وفي نقص الحال أو يفضل الرجل حاسس أنه هو للأسف يعني هو مش رجل لأنه مش قادر يقوم بواجباته تجاه الزوجة اللي مصررا أن زواجهم يبقى في السر أو أن الزواج يكون لأسبابه كتيرة مش زواج تكميلي عشان حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نبقى نتكلم عنه فعشان الرجل يكون عايز يبنى أسرة ممتدة مع اثنين لازم يدفع لازم لازم بشكل واضح يدفع مقتضى ده ويعيش مع زوجته الأخرى على أنها مرأة كاملة نعمل إيه بقى عشان الجواز ده ما يبقاش جواز تكميلي بقى جواز حقيقي هتيجي الزوجة الأولى دلوقتي وبيتسمعني إيه أنت بتقول له إيه أنا عايزة يطلقها يعني ممكن حضرك تنتظرين دلوقتي لأن إحنا بنتكلم دلوقتي في وضع ممكن في الحقيقة الوضع ده يدمر حياة ناس كتيرة فإحنا عايزين نكون عقلاء وإحنا بنتعامل مع ده وبكرر هذا الكلام ليس دعوة للتعدد أنا بحب الموحدين بحب اللي بيبني أسرة كده ويفضل مع الأسرة يستثمر في أولاده ويستثمر في حياته بحب ده قوي وأنا دايما بقول دي السنة أن أنت لما تكون عندك أسرة تفضل متمسك بالأسرة دي والناس اللي بيعددوا بقول لهم الأصل في سنة رسول الله أن أنت لو عندك أسرة تفضل كده مع أسرتك فبخاف أقول لهم كده يروحوا سمين الزوجة الأولى عشان يتجوز تاني ويعدد فأقول له بدل أنت عندك أسرة يبقى خلص حافظ على الأسرة طب نعمل إيه بقى عشان نتجنب بقى فكرة الزواج التكميلي ده هنا بنقول للزوج أنك عليك مسئولية وعليك أن أنت تطور شخصيتك من الزواج الآخر بيبقى محتاج لإدارة ذاتك أولا نفسك أولا إدارة عالية الكلمة بتكون بحساب ولازم أنت لو ما بتقدرش تتعبر لازم تعبر طول الوقت عشان في بعض الأحيان التعبير والامتنان بيئه اللي بيحصل التعبير والامتنان بيحل مشكلات كتير فأنت محتاج مهارات زي توكيد الزات مثلا وإدارة الحوار وإدارة العلاقات وإدارة الوقت فأكتر حد لازم يدير وقته هو اللي متجوز اتنين ده هنا بنقول الزوجة الأخرى ما تركزيش على أوجاعك ولكن على فرصك كل ما بتركزي على أوجاعك ويتركزي على إزاي تتخلص من أوجاعك مش هترتاحي لكن ركزي على الفرص اللي بينك وبين زوجك الحاجة التانية كمان اللي أنا بقول كده للزوجين لازم تعرفوهم لو سمحتوا بلاش مقارنات طول ما بيتقارنوا طول ما هترتاح هنا ولا هترتاح هنا طول ما بتقارني مش هترتاحي في هذا الجواز اللي موجود في إيديكم يبقى احنا محتاجين نعمل إيه نتوقف عن المقارن آخر حاجة أنا بنصحكم به إن انتوا ببساطة خالص حاولوا لما تيجوا تتكلموا مع بعض كل واحد فيكم يساند التاني ولازم تلتزموا بالخطوط الحمرة زي إيه الخطوط الحمرة إن الأسرار أو إلهاب البيت بالكلام مع البيت الآخر ما يكونش موجود لإن ده مش هيكون مناسب أنا الحلقة دي تتكلمنا عنها كتير ليه عشان الأوجاع الكتيرة اللي بنسمعها أنا بقالي حلقات كتيرة كل الأسئلة اللي بتجيلي لا إما حد كان زوجة أولى لا إما حد كان زوجة أخرى فإحنا لازم نعلم الرجالة لإنه هو أشع في الرجالة إزاي يتعاملوا مع هذه الحالة عشان الأوجاع بقت كتيرة وبقول لكم اللي ما يقدرش واللي ما يستطعش عليه بالرضى إنه يرضى بما قسم الله له على طول بقول لكم أنتو لازم تلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى ما يحبش كسر الخواطر وبيحب جبر الخواطر سألوا أحد الصالحين لماذا لم تتزوج على زوجتك قال لكي لا أكثر خاطرة مسلم أما وإنك فعلت ده ما ينفعش أن أنت تعيش زواجتك ميلي لازم تتعامل مع الزوجة على أن هي على أن هي امرأة كاملة وليست مكملة لزواجي يا رب نهمنا بتوفيقه والسداد وجعلنا من أهل الصلاح وجعلنا نعرف مددك ونعرف عونك ونسعى بتدبيرك إلى أن نعيش في الحياة بجمال التجليك علينا يا كريم يا رب العالمي بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبنخصص لها وقت عشان نجيب على أسئلتكم وتفضل الصفحة باب مفتوح على مجالس العلم اللي بنذكر فيها إن شاء الله في الملأ الأعلى عند مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا نستمر في مجالس العلم ونسمع أول سؤال من حضراتكم من الأستاذ أحمد من الجيزة أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته أولا جزاك الله خير على كل تفسيراتك ونصحك وربنا يجعله في مجال حسنا يا رب يا رب يا سيدي أنا أسمي أحمد قد وعندي 73 سنة حضراتك حضراتك أنا عندي بس مشكلة زايرة عندي مرات في صدري في صدات الشعب أو أي فلما بصلي الحمد لله أنا منتزل في الأمر بس لما أبقى فتتعب فنضطر لنا بأعود طي إيه حكم الإسلام أو حكم الدين أو ربنا هتقبل الصلاة أو إيه الحياة أعمل إيه حضرتك أقول لحضراتك تعمل إيه حضرتك أنت عايزة تكمله أستاذ أحمد تفضل كامل الأول الجامع الجامع في قبل بيت ما بقدرش أروحه بقلي أكثر أنا ما بروحش الجامع هجاوب على حضرتك بطالف البيت هجاوب على حضرتك حاجع الله يحزة حضرتك حاجع الله كل خير أراب الله يبرك في حضرتك حاجع أحمد ما تصليش وإنت واقف تاني الصلاة وإنت واقف بتعملك تعب وبتخليك بتحسسك بإني هيجي لك ما يسمى بنوبة النوبة اللي بتيجي لك لصدرك لا صلي قاعدا زي ما أنت كده لأن أنت مأمور بحفظ النفس زي ما أنت مأمور بالطاعة فأنت مأمور أن أنت تحافظ على نفسك فصلي وإنت قاعد مدوم أنت أنت لا تستطيع أن تصلي قائما لأن الرسول الله عليه السلام قال من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا فلي أنت بتعمله ده صح الأمر التاني وكأنك أشرتنا أن أنت بيكنت حضرك بتواظب على الصلاة في المسجد ودلوقتي بتصلي في البيت لسبب العذر اللي عند حضرتك لأن أنت مش قادر تروح الصلاة في المسجد أنا بشرك أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن فيه هبة أعطاه الله سبحانه وتعالى لأمة حضرة النبي أن المريض فيهم والمسافر ربنا بيدي له ثوابه كأنه صحيح مقيم فإن شاء الله ثوابك الذي كنت تحصل عليه سواء في وقوفك في الصلاة أو في صلاتك في المسجد ربنا وياسع وإن شاء الله يكتبه لك فأبشر ويا حق جحم أرجوك ما تتوسوس صلاتك صحيحة وإن شاء الله الثوابك محفوظة عند مولاك إن شاء الله كأنك صحيح وكأنك إن شاء الله بتصلي في المسجد معنا الأستاذة فاطمة أهلاً وسهلاً السلام عليكم يا مولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يزاك الله وفهلاً لذا لبقى في حاجة بقى عوزاها بسألناك على المباشرة أسألك على رأسي على سالت رجلك بدأ يكرمك والله بتسرح صدرنا كده وبنغداح للفتاوي بتاعك الله يرضى عنك الله يرضى عنك حاجة فاطمة تفضلي حضرتك أنا معلش طوال عندي سؤالين تفضلي السؤال الأولاني حضرتك السؤال الأولاني إن أنا كان يعني أنا كنت عايشينك في بيت تمليك يعني وبعدين دقنا وروحنا بكلنا في بيت إيجار فالفلوس بتاعت البيت التمليك تتحط الشهادات يعني طيب وإحنا كنا عمليم حسابنا يعني إن إحنا نقش في الإيجار يعني وخلاص طيب لكامل فدلوقت يا حضرتك الشهادات دي بتجيب ريع طيب شهري طيب فدلوقتي يعني يعني المبلغ نصه تقريبا بيروف الإيجار طيب النص الثاني إحنا بنصف منه طيب طيب يعني أنا مش بفتاح نفسيا إن أنا عايشة من من الفوائد يعني من نوز الفوائد أو الحاجة طيب أجاوبك ما اسمعش فوائد بس عجاوبك حاضر آه ثاني حاجة يا حضرتك المبلغ بقى اللي هو عشر في المية من الفوائد اللي مفتوض إن أنا طلعه زيك بقى طيب فين السؤال بقى السؤال التاني حاجة السؤال التاني حاجة فاطمة لا موضح لك السؤال الأولاني إن أنا النص اللي هو نص النص الفوائد خلاص أنا عرفت حضرتك الآن من الريع اللي بيجي لك من من الشهادات ده السؤال الأولاني السؤال التاني بقى لا في حاجة تانية إن النص إن الفوائد دي العشرة في المية مش عارفة طلعها حالزك لأن المصاريب بتاع الإزال والحاجات دي خبت فموز كتير جدا أنا مش حرف أطلع كل شهر العشر هجاوب حضرتك السؤال دول السؤالين لأ حضرتك السؤال التاني بقى أنا بنتي اتجوزت راجل محترم جدا بس هو مش مصري يعني هو تركي وعند معاه تركي طيب هو كان متجوز قبلها ومخلف ولد يعني طيب وانفصل طيب وبعدين لما جي تجوزها حضرتك هو جي عندنا هنا وكان بيشتغل في القاهرة طيب فقال لنا أنا مش هقدر يعني قال لها من احنا مش هنخلف بطفل واحد عشان أنا مش عايز عيال كتير طيب 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 ما تجوزيته طبعا وهي بتحبه جدا وكده وراح دي معك وكي قال لا أنا مش عايز عيال أنت لازم تطلع العشرة في المية من الريع أنت الريع أول ما بيجيلك بيطلع مثلا خمس تلاف جنيه فيبقى العشرة في المية عندك خمسمية جنيه فتطلع لخمسمية جنيه في الأول خالص قبل ما نحط الفلوس في الإيجار وقبل ما نحط الفلوس في الشيرة عشان دي زكاة والزكاة دي نعم احنا مقدرين ان انت الفلوس دي اللي بتصرف منها بس كمان احنا مقدرين كمان ان الفلوس دي فيها زكاة اللي هي الشهادات الشهادات المربوطة فيها زكاة فعمطلع عشر الريع لما الريع يجد هنطلع عشرة في المية من الريع السؤال التاني بنتك تفضل لان احنا عندنا مسألة الخلفة لازم تكون باتفاق الزوجين زوجتك تفضل تلح وبعد انت مرأة مصرية مرأة مصرية اصيلة تفضل تلح تلح على زوجها لغاية مايرضى فاول مايرضى يحصل ان شاء الله انجهاب وان شاء الله تفضل تلح لكن ماحدش هيقزلها خالص ان هي تحمل من وراء زوجها وتقول له ده حصلت غلطة ولا كده كل الكلام ده مش كلام مش مناسب ومش صحيح وما يجوز ان احنا بنحب بنوفتي دايما بان الخلفة تكون باتفاق الزوجين عشان مايحصلش المشاكل اللي بتحصل بعد كده نعم استاذ محمد يتفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام يا محمد كده تفضل يا استاذ محمد انا كنت بكلم حضرتك بخصوص موضوع التعدد الحراكة تكلمت فيه من شوية هو انا كنت زوج الحقيقة جوزت من خمس سنين حصل مشاكل نفسية كبيرة جدا مع الزوجة انا من نوع اللي انا عايز البيت الواحد زي جميلة جدا المهم امور نفسية شديدة تعرضت لها من عساءة ومن حاجات كتيرة جدا كسرت بخطف كتير في حاجات امور كتيرة جدا المهم وصل امور للطلاق الاول هو انت حساس يا استاذ محمد افندم انت شخص حساس اه شفت ازاي مصبوط فاحنا دلوقت الحاجات اللي اتعرضنا لها من المخاطر ومن كل الحاجات دي فيها سنة حساسية ازاي هي تقدر تتعامل مع شخص بيدقى في الكلمة بيدقى في النظرة بيدقى في كذا انا مش بقول ان انت بتقف على الوحدة بس انت طبعك كده مصبوط فان مصبوط الشيخ المشكلة كمان ان هي شخصية مستقلة شخصية مستقلة هي شخصية عملية هي شخصية عملية بنسميها عملية بس هي شخصية مستقلة تقدر تاخد القرار وتتنفذ تقدر كذا وهي وماشية في الطريق ممكن تخبط تمام فيعمل ايه دوات يعمل التهابات التهابات كتيرة فاحنا لو ما دخلناش بمراهن بقى الكلام الحلو والامتنان الالتهاب ده هيعمل جروح ويمكن يعمل حاجات زي اللي حطيتك عتحكي لي عليها دلوقتي تفضل الامور وصلت بيا ان انا طلقتها للمرة الاولى بالنسبة لل عشان خطر الامور اللي حصلت دي وارتبطت بشخص تاني لاني كنت محتاج التعود وهي مازالت على تزمتك لا 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 انا طلقتها طلق اولا وبعد كده فجوزت حد تاني لا لا ارتبطت ارتبط خطوبة مع حد وكده وكنت فيه معايا طفل واحد الاول وبعد كده حصل قعدت فترة كبيرة بس طبعا الابني اتعرض لمشاكل نفسية كبيرة جدا فاضطرت ان انا اسيب اللي انا خطبتها ورجعت الام للطفل وبعد كده لما رجعت حصل برضو يعني عدم راحة نفسية شديدة برضو حسيت ان انا جيت على نفسي كتير وربنا رزقني بتفلة تاني منها واتعرضت برضو يعني مشاكل كتيرة برضو من جوايا انا المرة التانية دي كانت من جوايا المهم وصل الامر ان انا طلقتها غيابي لان حسيت ان انا بأذي نفسي انا شخصيا انا شخص اتأذيت حسيت ان انا مش قادر ان انا اتواصل وحس بالامان الكافي ده المهم وصلت الامر ان انا تفاهمت مع موضوع الجواز التاني لان انا انا عايد يعني هي رديت ان يبقى في حدي تاني يكمل اللي هي لان لقيت كلام حضرتك بيقول على موضوع التعدد ده هو انا معايز الانفراد وانا اصلا حابب ده من البداية لكن وصلت الازاءات كتيرة جدا نفسية وصلتني للامر سؤال حضرتك انا عايز نصيحة لو توكلت على الله في الزواج الاخر وان انا ابني البيتين وانا راجل قادر على انصاف المادي طبعا الموضوع ده مش انا بس عايز احافظ على اقوم البيت اللي تد وعايز اقيم بيت تاني حتى لو اي حد محتاج طبعا انا اقدر هو مفيش حد في حياتي الفكرة ان انا محتاج التعويض العاطفي في جانب اكلم حضرتك اجاوبك يا استاذ محمد استاذ محمد انت وزوجتك تعالوا لنا على مركز الاشياد الزواجي انت هذه اللحظة المثالية للذهاب الى الخبير ادي اول حاجة الحاجة التانية ارجوك ما تاخدش قرار ان انت تروح تتجاوز بالوقت خالص انت رايح تتجاوز بدافع بدافع ايه بدافع التعويض وده اعتراف راقي منك جدا انا شاكل اللي حضرتك يا استاذ محمد ان انت عارف نفسك لكن اللي انت هتعمله انا اقع في الفخ اللي انا بقولك عليه اللي احنا تكلمنا في الحلقة كلها عنه فانا بقولك لا ما تعملش كده هتلاقي كل الرجال تقولك ايه طب انت هتعمل ايه انت تعبت وتمرمطت وتقزيت انا هقولك حاجة هي المشكلة في الحقيقة مشكلة تواصلية بينك ومن زوجتك ففي حد كان لازم يعمل لكم انتو الاتنين نموذجين محتاجين تأهيل هي لان هي شخص زي ما بتقول شخص عملي بيبقى شخص دايما عنده احنا ما يهمناش كتير بقى ان احنا نبقى مع بعض وحنية ولطف وجمال وطبطبة وامتنان والحاجات اللطيفة دي كلها هي متهتمش بدا انا عايزة اتجوز اخلف نبقى نبني البيت نشوف ايه اللي برانا احنا مش فاضيين عايزين ننام عشان الشغل ما تقعدش بقى تقول لي انا وعد عشان نتكلم نتكلم ايه انت يا عم بتتكلم ست ساعات انا مش فاضيالك انا وراي شغل دا بيخلش زوج يحس بان هو مش لاقي نفسه وخاصة لو كان هو عنده نيد عنده احتياج وعنده حاجة كياه جمان من التنشئة ان هو كان محتاج زوجة ام زوجة تحتويه طيب نعمل ايه بقى ييجي بقى ونتكلم مع بعض يبقى نصيحة لحضرتك لا اجل حكاية الزواج التاني دا الزواج الاخر دا وتعالى نشوف عن نعمل ايه مع بعض فده هو نصيحة الحضاكة باستاذ محمد نعم استاذ احمد من الاليوبية يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضرتكم فايد العلم ومصدرك وفريق العمل وكل عام وحضرتكم بخير بمناسبة تلك الذكرى العطرة ذكرى الاسراء والمعراج وحضرتك بطيب وبكل خير يا استاذ احمد حضرتكم احمد عروج من غرب شبرى الخيمة الله يكرمك سؤال حضرتك يا استاذ احمد حضرتك بس برجو من حضرتك القائد على فضل ليلة الاسراء والمعراج وماذا نقول لأولئك المشككون في تلك المعجزة الالهية التي اهداها الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم طيب شكرا على السؤال ده سؤال حضرتك يا استاذ احمد احنا عندنا هذه الليلة هي ليلة الله سبحانه وتعالى ملأها بالانوار التي جعلت الارض عندها كنز من كنوز الرحمة كنز بتجعل الارض تتصل بالسماء في لحظة كنا ممكن ننتظر الثلث الاخير من الليل لما ربنا يسأل لكن لو واحد قلبه ملتهب على طول يستطيع انه يذهب الى الصلاة يذهب الى الصلاة فيصلي ارحنا بالصلاة يا بلال ارحنا ارحنا بها يا بلال فربنا سبحانه وتعالى قطع لنا وانزل لنا كنزا من كنوز العرش انزل إلينا كنزا من كنوز الرحمة ولزيك هذه الصلاة هي صلاة تأتي بالسكن كل دكا في هذه الليلة الله ازن لنا ان نلقى وكلفنا بان نلقى خمس مرات فين في السماء لكي يقول لنا تعالوا الى حضرتي تعالوا وارتفعوا وارتقوا من ضيق الدنيا الى سعة رحمة رب العالمين فهذه ليلة لا تسويها ليلة ولذلك شرع فيها مثل هذه الليالي التي تتنزل فيها الرحمات يشرع فيها كل العبادات يشرع فيها الصوم يشرع فيها الزكر يشرع فيها كمان الصلاة على حضرة النبي يشرع فيها كمان الصداقات يشرع فيها كل ده لفضل هذه الليلة الأمر الثاني نرد ازاي على المشككين هو يبدو ان المشكك ملوش قضيته مش الليلة هي قضيته حضرة النبي فعنسأله على طول انت تؤمن بحضرة النبي ولا لا فشن تخلص الليلة فهو يقول لي انا بؤمن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا كنت بتؤمن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى الاشكال العقلي في هذه الرحلة ان هي بتختلف مع العلم انت حضرتك وكأنك خارج هذا العالم احنا يا استاذ العزيز عندنا حاجة اسمها الميتافيرس على باب البيت احنا خلاص احنا عايشين في الميتافيرس دلوقتي الناس كتير عايشة في ده فزي انت قابل بالعيان كده ان يبقى فيه عالم افتراضي ومش قادر تعرف ان العوالم دي مش اللي انت شايفها بس ان انت تخرج من عالم الى عالم اخر بعينك انت شايفه دلوقتي فانت ايه الصعب ان انت تخرج من عالم الحس الى عالم اوسع تكون فيه في وصل مع الله ايه الصعب والصعب في الحقيقة ان هو بيقول كده لانه مش عايز يخلي حضرة النبي في مكان قابق وسيني او ادنى هي مشكلته مع حضرة النبي لانه عايز الكلام اللي نزل على حضرة النبي يتحول على انه كلام نزل على شخص زي باية البشر فهو عايز يخلي النصوص اللي نزلت على حضرة النبي وسنت حضرة النبي على انه خطاب فتحول الى شيء بشري فيفضل يقول بقى انا قابل دا ومش قابل دا حسب الايدولوجيا بتاعته فانت لو عترد عليه بالقضايا العلمية هو مش عايز يرد بالقضايا العلمية لازم تقوله كده في عينه انا فاهم ان انت بتعمل الكلام دا عمل ايدولوجي ايدولوجي يعني ايه دا اعتقاد عندك ان انت عايز بصراحة يعني تنكر السنة صحيح اه انا بقولك كده صحيح انت عايز تنكر السنة فايه ايه ايه الحجر العصرة قدامك ان انت تنكر السنة ان حضرة النبي بيوحى اليه طب ايه اللي بيخليك تفهم ان حضرة النبي ليس كسائر البشر ايه حضرة النبي قال انما انا بشر يوحى اليه ما انفاجد انما انا بشر ونتؤف كده ويل للمصلين لا حضرة النبي يوحى اليه حضرة النبي صلى الله عليه عليه وسلم ما كان يراه يأتي كفلق الصبح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الاسراء والمعراج لانه ليس كمثله مخلوق وهذا لا في تبجي لا في اخراج لحضرة النبي عن بشريات ولا شيء ربنا زي ما خلق الروح كده حاجة من أسمى المخلوقات خلق حضرة النبي أعلى من الروح وأعلى من كل ده أنت مش عايز تسلم بدي لأن أنت لو سلمت بالإسراء والمعرج سلمت بأن حضرة النبي ليس كمثلين مخلوق يبقى الكلام اللي نزل عليه مش هنتعامل معاه زي بقيت الكلام اللي نزل على البشر فهمت أنا فهمه إزاي هو عايز يعمل كده هو عايز يقول إيه عايزني أجيب له دليل على أن الإسراء والمعرج حصل وما حصلش عن طريق الفيزياء والكيميا لو واحد كان قال له زمان أن فيه عالم تاني اسمه عالم افتراضي كان عايز يصدق ولا يقول له إيه الخوز عبالات اللي عندك دي هو الشخص عنده قضية مش قادر يتخلى عنها وعلى فكرة وده خلص في العلم خلص في الحياة أن الدين يتعارض مع العلم الحديث فمهم جدا أنه يجيب قضية الإسراء والمعرج كمثال على تعارض الدين مع العلم الحديث هو قضية الإسراء والمعرج قضية داعمة للعلم الحديث بأقصى تقدير فيه قياس جديد اسمه الفيمتو ساني وفيه إقرار مننا أن إحنا لا نستطيع أن نتجاوز العالم اللي إحنا فيه دا يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى عندنا مشكلة هو لازم يحترم العلم الحديث ويحترم الإسراء والمعرج اللي بيقوله أني وما أتيته من العلم إلا قليلة يبقى أنت لازم تعرف أن دا بيفتح باب الامتداد العلم يا سادة إحنا كنا النهاردة بنتكلم على قضية هتفتح ملفات كتيرة عندنا أني هنعمل إيه في بعض الأشياء اللي بنكلم عنها في البيوت وهي في السر هنحطها على التربيزة ونتكلم عنها هنتكلمنا النهاردة عن الزواج التكميلي مش لأن إحنا من ناقش قضية التعدد قد ما من ناقش قضية الناس دي تعمل إيه الناس دي تصرف إزاي إحنا معاكم وإدينا بإيديكم ولو أي حد عنده شيء هو حاسس أنه هو مش قادر يحله ببيته إحنا مستعدين نسمعه مستعدين نناقشه مستعدين كمان نقدم له فيه استشارة عشان نقدر نخرج من أزمتنا ونقدر نخرج من دقنا إلى سعة رب العالمين يا رب العالمين الهمنا رشدنا واجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنة واجعلنا من أهل الجمال حتى نرى الجمال في كل شيء ونرى مخرجا من كل مشكلة ومن كل صعوبة بكرمك ومددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين الهمنا رشدنا في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر بك ذات المسكتصر ترجمة نانسي قنقر معناز temps